هو عبد الله بن قوسين عليه السلام أبو النبي حر يا سيدي أنا مع الإمام السيوطي أنا مع فئة كبيرة من علماء الأمة أحبهم وأعتقد فيهم أكثر من اعتقادي في ناس آخرين علما وحفظا وصلاحا وتقال السيوطي عنده خمسة كتب خمسة يثبت فيها نجاة أبوين مصطفى يوم القيامة وأنهما في الجنة إن شاء الله تعالى وهذا يسعدني جدا 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 أحب هذا أنا أحب أن أم بهذا الحمد لله خمسة كتب روح ناقش السيوطي لا تسيبني أنا سمحتك أنا مسامحك أنا أبو ضم ضم الله يسامحك فعليه السلام وآمن عليه السلام على راسم وفوق وألف عين والله أم سيدنا رسول الله صلوات رب تسلمته علي هيقول لك في صحيح مسلم إن النبي بكى زهر قبر أمه بكى ليس تبكى رسول الله قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فزور القبور فإنها تذكر بالآخرة في صحيح مسلم بقول لك بقبلوش مش أنا مين أنا عشان أقبل بقبلوش مش أنا كعدنان علماؤنا طريقة الأشاعر طريقة علماء المجيدين المحققين لا نقبل حديث أحد يضرب به القرآن الله قال بشكل واضح وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ انسوا ما تتناقضوا نحن ما نحبش التناقض نحن ما نحبش التناقض اليوم النبي قلنا عنه في الحديث الصحيح قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي إذن هل في نبي بين عيسى ومحمد؟ أيه قال لك في الحديث الصحيح ما فيش نبي بالله عليك عيسى نبي لعبد الله ابن عبد المطلب وآمن ابن توهب الزهورية لا يا حبيبي هو عيسى نبي لقوم بني إسرائيل ليس نبي لهم وقال الله قال وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ إذن جد النبي وأعمام النبي اللي ماتوا قبل هيك لأنه عشرة ولد عبد المطلب عشرة عبد الله كان عاشرهم وأصغرهم وربما أصغرهم لهم الحارث أكبرهم شايف كيف وأصغرهم عبد الله على ماء ما أذكر الحارث أكبرهم وعبد الله أصغرهم عشرة مع أبي عشرة ولد عبد المطلب منهم من مات قبل ذلك المهم وآمن عليه السلام هؤلاء لم يدركوا النبي أقول لي أبو طالب أبو طالب أدركه وعباس أدركه أسلام وحمزة أدركه أسلام الحمد لله أبو طالب مختلف فيه جماهير أهل السنة على أن أبو طالب مات أيش مجركان أنا كعدنان مش مرتاح للرأي هذا وشايف أنه فيه كلام وفيه شغلات والله أعلم بحاله وبيريحني كمان بصراحة رأي الإمام السبكي التقيي السبكي وأعتقد في المسائل الحلبيات هذا من سنين لم أراجعه يحتاج إلى مراجعة هذا ما تسعب به الذاكرة الكليلة الإمام تقيي الدين علي بن عبد الكافي أي أبي الحسن السبكي شيخ الإسلام مجتهد الشافعية بإطلاق في عصري وقيل مجتهد الإسلام أحد أكبر خصوم ابن تيمية رحمة الله شيخ الإسلام ومن قام له بحق قومة صدق في مسائل النقاش في الفروع العصول علمى كبير مخيف مخيف لو مصنفات ماتعة في مسائل بسيطة جدا في أدانة حوية يكالف لك فيها رسالة آه آه كل ما عليه تدل شيء عجيب عجيب مطبوعة رسائله الإمام السبكي مال إلى نجاة أبي طالب على ما أذكر تحتاج إلى مراجعة وربما يكون خلط بين نجاة أبي طالب وبين موضوع نبوة النساء لأنه قال بها يحتاج إلى مراجعة سأرجع بنفسي إن شاء الله لكن فيه من المتأخرين الشيخ البرزنجي المدني عنده رسالة في نجاة أبي طالب من المتأخرين وهذا ثابت بيقين الرسالة مطبوعة السادة الشافعية في مكة الشيخ العلامة أحمد بن زينة دحلان عنده رسالة في نجاة أبي طالب أسنى المطالب ففي بعض العلماء قال لك أبو طالب ناجن ستقل لي أصطنى الآية التي اليوم افتتحت بها الخطبة تؤكد عدم نجاة أبي طالب تؤكد من وين تؤكد يا سلامة ولا ذكرت أبو طالب ولا ذكر قال لك ما هي في سبب نزولها ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفر المشركين قال لك نزلت في أبي طالب لأن النبي استغفر له فنزلت الآية العلامة السلفي الكبير الحسين بن فضل من أهل القرن الثاني والثالث رحمة الله عليه من كبار مفسرين وكبار الصالعين رفض هذا وشكك فيه وأنا شايف أنه رأي وجيه أنا شايف رفضه وجيها لماذا؟ قال لك ما كان للنبي من سورة التوبة وسورة التوبة من أواخر ما نزل نزلت في العسرة تبوك السنة التاسعة وأبو طالب مات قبل الهجرة بثلاث سنين أين يذهب بكم؟ إذ قل لي أبو طالب مات قبل الهجرة بثلاث سنين يعني قبل ثنتي عشرة سنة صح أو لا؟ وهذه الآية فيه لقيت كلامه وجيها بدأ علماء على طريقتهم والله يرحم شيخنا العلامة البوطي في مجلس في بيتي لم هزان لي قال لي يا أستاذ أنا أقر وأعترف علماءنا الكبار وذكر له علماء كبار ليس معاصلين طبعاً إما كبار يعني فكرون خالية ما بدلت تكلم عشان إلى يعني ربما لا يقع تنقص لأنهم حفاظ كبار إما على الرأس ومئة ألف عين ونحن تراب تحت أقزامي قال لي لا تعدم جوابات وتنصلات أو تعولات كثيرة لهم باردة كاسدة لا وجه لها وقلت له نعم أنا أوافق على هذا موجود هذا موجود يعني إلى حد ما ليس طبعاً كثير جداً بس موجود إلى حد ما لا تعدم هذا موجود ليس كل جواب عجباً في بعض الناس على فكرة خاصة اليوم العوام بفكروا إيه؟ بما أنه واحد جاوب معنا جاوب أنتم إيه؟ أين رأي أنتم؟ يعني الآن مثلاً كل كلام هذا يأتيك واحد وأنا تكلمت إيه مشرقاً سأتكلم مغرباً هو ولا يتناول الحجج أقول لك شفته أعجاب عليه أعجاب على هذا كذا وأفحان أعجاب هي وكلما نتكلم أنه أعجاب يعني ليس قصة كبيرة هذه قصة كبيرة ونشوف جواب مع جواب قصة ليس بها البساطة هذه هم بعتبروا مدام جواب أنه جواب لا 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 مدام ردة حسين بن فضل قال لك أبو طالب ثلاثة قبل هجرة توفي هذه الآية تبوك العسرة سنة التاسعة شوف أنت بعض التأويلات الكاسدة قال لك ما هو ورد عن النبي قال له لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فغير بعيد أنه ظل يستغفر له إلى السنة التاسعة فنزلت الآية بالله عليكم معقول يعني أن النبي تركه ربه في عماية استغفر الله العظيم وهو كريم على ربه تركه ربه في عماية كنتي عشرة سنة يستغفر لواحد مشرك بعدين قال له لا خلاص بطل ما هي الكلام هذا ما هي الجوابات العجيبة هذه قال لك أجاب أجابه ولا أجاب ولا حاجة هذا ما نقبله هذا متعارض مع ما ورد أنه استغفر له حديث الأم علي ومش عارف كم ليلة قال بضع لليالي فنزل قوله تعالى ما كان وين نزل؟ هذه نزلت في السنة التاسعة هذا الحديث فيه إن هذا الخبر فيه إيه؟ إنات قصة إنسى عشان هيك إيه أنت خذ إيه؟ خذ بالمهيع الواضح عبو طالب مات متى؟ والآية نزلت متى؟ الله خليك ما تحاول تلفق هذا على هذا وتحط هذا الذي نزلت فيه أبي طالب يا رجل نسأو الله إيه؟ يعني أن يرشدنا إلى الحق الذي يرضاه؟